بمبادرة فردية وانطلاقا من حرصهما على نظافة الأماكن العامة قام الشاب ضرار وخطيبته دارين بتنظيف عدة مواقع على شاطئ مدينة بانياس من مخلفات مرتادي البحر ما لازم نوصل لمرحلة نعمل فيها مبادرة هذا لازم يكون واجب طبيعي عند أي حد فينا لازم يكون ما نعتاز أي مبادرة لا مني ولا من غيري لازم هاي الشواطئ تكون نظيفة بسبب واحد هو أنه الناس اللي عم تجي لهون أو الناس اللي ممكن ترتاد البحر جوه البحر ما بتكب شيء بمكان ما نو مخصص إلوه في مكان مخصص لهذا الشيء في حاويات قمامي صغيرة في حاويات قمامي بيري مبادرة اللي ساوينها عنو درار كان خبرتكن أنه السبب الرئيسي بهيدا الموضوع هو المنظر الشنيع فينا نحكي أنه بالمظاهر السيئة من النايلون والأوساخ وهيك هي اللي خلتنا نبادر بهيدا العمل وشيء خاص فينا برجع بحكي أنه ننظف وننشر على سفحتنا الخاصة هذا الموضوع لعل وعسى أنه حدا سنائي أو أي مجموعة صغيرة أو أطفال ممكن يتحفزوا من هيدا الشيء ونوصل هيك كلياتنا ننتمي للمكان نعيش فيه ونسعى أنه دايما نكون ننظيف وتركت هذه المبادرة الطوعية أثرا ملحوظا كنموذج اجتماعي يحتذا به من خلال ما قام به من تنظيف لشواطئ المدينة محمد حسن الإخبارية السورية طرطوس ترجمة نانسي قنقر